السؤال هل يشهد للرجل بالإيمان لمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ الجواب نعم لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد حضوره لذلك دليل على إيمانه لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل وأما قول السائل كما جاء في الحديث فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم